أشكر أخي دكتور عادل الدمخي على هذا المؤتمر الصحفي ونتشرف بهذه الكوكبة الطيبة التي فعلا نستأمنها على الكويت وأهل الكويت ومصالح الشعب الكويتي من النواب الحاليين اللي نتوسن فيهم كل خير إن شاء الله واللي تكرموا وتشرفوا بثقة الأمة يعني بعد مشوارهم السياسي رسالة الأمة لأن الأمة ذكرت في المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت الديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا والأمة جاء ذكرها في المذكرة التفسيرية للدستور فقالوا من وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية لقبل هذه الفقرة كان يتكلم عن الحس المرهف للمسؤول سواء وزير أو رئيس وزراء إذا فقد ثقة الأمة أو ممثليها فيقول ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقاوماتها وضماناتها ويجعل منها مع مرور الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم وهذه المقاومات والضمانات في مجموعها هي التي تفي على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية هذا كلام المؤسسين والذي وضع الدستور لأن الأمة هي مصدر السلطات جميعا فلا أحد يتخلى عن واجباته الدستورية ولا أحد يتخلى عن مراقبة نوابه تحت قبة عبدالله السالم أنا أتكلم كشعب وكأمة ولا أحد يتخلى عن رأيه السياسي من عامة الشعب الكويتي لأن اليوم أنت ما يتملك إلا صوتك اللي بعد أربع سنوات ممكن تحاسب فيه نائبك إذا تخاذل والواجب على السلطة أن ترد الجميل لهذا الشعب الوفي اللي في أحلك الظروف التفت والتف حول قيادته وشرعيته الحق بما أن نحن نتكلم في أيام وطنية وحاضر هذه الأيام الوطنية فلابد أن تلتفت السلطة لهموم المواطن وتطلعاته وأيضا معيشته وبحبوحة العيش المفروض اللي يتعامل فيها المواطن ما هي سالفة استجداءات واسقاط قروض واليوم قاعد يتكلمون عن ضريبة هذا الشعب ما يستحق هذه المعاملة أبدا لأن اليوم وجودنا في الكويت في هذه الأيام الوطنية اللي نحتفل فيها بأيام التحريب ما كانت إلا بعد التفاته شعبية حول قيادته السياسية والتي على أثرها الله سخر لنا العالم لتحرير دولتنا رسالتي للسلطة مباشرة أن المصالح السياسية هي ضرورة لا ترف سياسي ليش؟ لأن اليوم واجب على النواب والشعب الكويتي الذي أقسم أن يدافع عن حقوقه ومصالحه من باب أولى أن يدافع عن من دافع عن حقوقه ومصالحه حددت المادة 75 من الدستور المسار الدستوري للعفو فنصت أن للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرام المقترفة قبل الاقتراف العفو ثلاث سنوات من التهجير والغربة عن الوطن والأهل ولم تصدر منهم أي إساءة وما طعن الوطن في الظهر والنكران لهذه الكوكبة لا يليق بالكرام لا من النواب ولا من الشعب فالانتصار لهم واجب وطني ما هو ترف سياسي والعفو بين مسارين لا ثالثة لهم حتى لا أحد يلعب بالوقت ولا أحد يزايد على هذه القضية المسار الأول هو ما بين السلطة وأصحاب الشأن مباشرة ليش؟ لأننا عن تجربة في قضية العفو السابقة دخلنا في طلب مباشر مع سمو الأمير الراحل رحمة الله عليه وكان يتكلم عن تطبيق القانون بتسليم أنفسهم يجلسون يوم أو يومين أسبوع أو أسبوعين وما كان في حديث عن اشتراط الاعتذار ولكن الوسطاء دائما يضعون العصى في دولاب المصالحة الوطنية وهم اللي اشترطوا موضوع الاعتذار والاعتذار يجب أن يكون اعتذارا كريما أو العفو يجب أن يكون عفوا كريما لا في شرط ولا في طلب ولا في منه لأن هذا العفو العفو من شيم الكرام والعفو من سمو أخلاق الكبار أيضا فهذا الوضع اللي قاعد توضع فيه وتحريض الوسطاء اللي موجودين يجب أن لا يقبل نهائيا ولا يجب أن يتدخل في أي أحد هذا علاقة مباشرة ما بين السلطة وما بين أصحاب الشأن لأن سمو الأمير الراحل رحمة الله عليه اللي كان يتتبع مسيرته في المصالحة ما بين الأشقاء ورأب الصدع الخليجي والمستوى الإقليمي كان واثق ثقة تامة أنه كان وده يحل هذه القضية وقالها لنا بحضور كل النواب أنه ما يبي الضرر لإخواننا الموجودين في الخارج ولكن مقادير الله عز وجل حدثت وصارت والله عز وجل أخذ أماته دون طي هذا الملف وكلنا سمعنا كلام سمو الأمير الراحل رحمة الله عليه في استقباله للدكتور وليد الطبطباي ودكتور فهد الخنة وهذا الأمر ما يصدر إلا من الوالد لأبناءه أما إذا استحال هذا الملف بهذه الطريقة وبهذا المسار فعلى النواب الانتصار لكرامة الأمة والسردادها تحت قبة عبدالرسال من خلال العمل بكل الوسائل الدستورية والسياسية لقرار قانون العفو الشام وما يلتفتون أبدا لأي إطروحات أو مزايدات بخصوص هذا العفو راح تزايدون وراح يقولون عنكم تعزيمين وراح يقولون هذه الأشياء ولكن أنتم أقسمتوا لاحترام الدستور والدستور في مادة 75 في شقها الثاني تتعلق في حق لا ينازعكم فيه أي أحد طالما ننازع الأمير في هذا الموضوع تحديدا في شقها الأول من المادة 75 من الدستور وأيضا الموضوع الذي لا يقل أهمية عن موضوع المصالحة السياسية وقضية العفو عن أخواننا المهجرين في الخارج هي قانون هي موضوع الظلم الحاصل على أخواننا الكويتيين البدون لأننا نشاهد بين فترة وأخرى أرواح تزهق وحالات انتحار ما نقرها ولا نؤيدها ولكن هي نتيجة لحالة من الظلم والقهر اللي قاعد يمارس عليهم وعمليات تزوير ديمغرافي عليهم تعيش هذه الفئة بين أوساط المجتمع الكويتي الظلم مؤذن بخراب الأمم وعلمنا التاريخ في كل شواهدة أن هناك دعوة من مظلوم تسري في جوف الليل ونحن عنها غافلين ممكن أن تسقط أناس كثير من مناصبهم من أماكنهم اتقوا دعوة المظلوم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وإذا تصالحت الدولة مع أبنائها ومجتمعها باقي الأمور كلها تنصلح بإذن الله واللي قاعد يشوف الإقليم اللي حوالينا يا جماعة فتحوا أذونكم وأيضا تدارسوا أوضاعكم السياسية والإقليمية لأن هناك ضغوطات دولية ممكن أن تمارس على الكويت فالرشيد اليوم هو الذي يجنب الكويت أي تدخل وأي وصاية خارجية لحل مثل هذه القضايا ليكون هذه الملفات تحل حلاً محلياً دون تدخل جهات خارجية إخواني هذا بيان من منظمة العفو الدولية بعد أحداث دخول المجلس ممكن ما أحد انتبه له في تلك الأثناء ولكن دعني أقراركم فقرة من هذا البيان بيان منظمة العفو الدولية مو أي منظمة بيان من منظمة العفو الدولية تقول في ختام بيانها إن العدد المفرط للمدع عليهم المتهمين في دعوة واحدة قد قوض إمكانية إجراءة محاكمة عادلة منذ البداية ومع اقتراب إدراج التهم المستندة المستندة إلى ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي فقد فشلت الإجراءات في قضية مجلس الأمة في الوفاء بالمعايير الدولية لمحاكمات العادلة وأثارت مخاوف بشأن استقلال القضاء الكويتي عن السلطة التنفيذية والفروع السياسية للحكومة ولذا تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى إلغاء أحكام الإدانة والكف عن تجريم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وباعتبار الكويت دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملتزمة بتعزيز الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمحاكمة العادلة هذا بيان منظمة العفو الدولية هذا اللي نرغب فيه دائما أن تتوحد الجهود لحل قضايانا محليا دون وصايا خارجية ودون تدخل خارجي هذا اللي الذي نتمنى وهذا اللي ننشده دائما أخيرا تهدى الأمور لأهل الرأي إن صلحت وإن تولت فبالأشرار تنقادوا هذه كانت رسالة الأمة للسلطة مباشرة نتمنى إن شاء الله أن تحل كل هذه القضايا بإذن الله